كان فيما سبق عندما يذكر العراق يتبادر إلى الأذهان العلم والعلماء والتطور العمراني والرقي الفكري والتحضر أما الآن فعندما يذكر العراق يتبادر إلى الذهن الميليشيات وما بثته من انحطاط فكري وثقافي في البلاد بعد أن هجرت العلماء والمفكرين وكل من ارتقى بمستوى الأخلاق عن عالم الرذيلة خرافات وجهل تعصب وطائفية وثقافة لا تعرف غير إقصاء الآخر دون أي تفكير بالمصلحة المشتركة للشعب العراقي بعد عدة سنوات من ظهور الميليشيات هذا ما طرأ على العراق من تغييرات في المجتمع الذي انخدع بداية الأمر بالميليشيات وبدأ ينظر إليها كبطل مخلص ويحاكي تصرفات عناصرها ومن خلال هذه البوابة تمكن المخطط الإيراني من النفاذ إلى عمق البيئة المجتمعية العراقية وهيما عليها كما هيما على الاقتصاد والسياسة والأمن ضمن فكر ممنهج يعد أشد أنواع الاحتلال خطورة بسبب أثاره الكبير في المزاج الشعبي العام وعلى سبيل المثال للحصر انتشرت الأغاني التي تمجد الميليشيات وصار الشباب المغفل يقلدهم في اللباس وقصات الشعر وطريقة الكلام كما كان لهذا الأمر دور في تفريغ حياة الشباب من كل هدف سام وتركهم فريسة للإدمان على المقاهي ومن ثم المخدرات كل من رفض هذا النمط الحياتي الطارئ اضطر إلى هجرة العراق أو العيش في غربة فكرية بين مجتمع الميليشيات لكن ولأن هذه الثقافة غريبة عن المجتمع لم تصمد أمام طبيعته الحية والتي تمثلت بثورة تشرين شباب قدموا صورا مشرفة من الأخوة ونبذ الطائفية والإبداع الفكري والسمو الروحي والنطج السياسي وأول سهام وجهوها كانت نحو الميليشيات ودائميها معتبرينها أخطر طارئ على العراق في عصره الحديث فلم تكن ثورة تشرين مجرد حركة تغيير سياسي وإنما تعد عملية تنقية من شوائب الفكر التي حلت بالمجتمع